عانت قوات الجيش المحسوبة على حكومة الرئيس هادي في الأشهر الماضية إخفاقات مدوية حيث منيت باندكاسات عسكرية كبرى في نهم شرقي العاصمة صنعا في يناير الماضي ومحافظتي الجوف ومارب مع نهاية فبراير من العام الجاري وذلك بعد هجمات ذات طبيعة استراتيجية قام بها الحوثيون وسيطرت الميليشيات الحوثية على معدات عسكرية حديثة بينها دبابات ومدرعات وم بي ام عرضتها على وسائل إعلامها وبررت وزارة الدفاع في مارب تلك الفضيحة العسكرية بالدعاء أن تلك الأسلحة غير صالحة للاستخدام وتقدر مصادر عسكرية في وزارة الدفاع في مارب مقتل ثلاثة آلاف جندي وإصابة أكثر من سبعة آلاف من عناصرها في جبهة نيم منذ اندلاع المعارك هناك ومع اطلاق وزير الدفاع في حكومة الشرعية اللواء محمد المقدشي تصريحاته أو تصريحات زعم فيها أن قواته باتت تطل على العاصمة صنعاء شنت ميليشيات الحوثي هجوما كبيرا على جبل المنارة الاستراتيجية المطل على مديرية أرحب من جهات متعددة وبعد أسبوع من المواجهات أصدرت وزارة الدفاع توجيهات للمقاتلين بالانسحاب من الجبل لتستولي عليها ميليشيات الحوثي ولم تصدر وزارة الدفاع أي توضيحات حيال تلك الهزائم غير أن قيادات في الوزارة محسوبة على حزب الإصلاح سربت معلومات في جروبات واتساب داخلية تفيد باختراق ميليشيات الحوثي لشبكة الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالجيش وإصدار أوامر وهمية للقوات المرابطة في نهم وتعطيل شبكة الاتصالات الأخرى والانترنت حتى أصبحت المنطقة العسكرية السابعة تابعة للجيش الوطني معزولة تماما وتعد هيمنة تنظيم الإخوان على قوات الشرعية وأيضا توجيهات القيادات العليا مفتاح السر للهزائم الثقيلة التي منيت بها في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء والتي توسعت لاحقا إلى محافظتي الجوف ومارب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة